تعليم المسيح يمكن صعب صعب تطبقه ولكن بقوة المسيح بالروح القدس تستطيع شوف أنا كنت غير مؤمن مع أنه ساكن في الأرض المقدسة وبيتنا كان بجانب كنيسة العرس وين المسيح صنع المعجز الأولى حقيقة كنت بلعب في ساحة الكنيسة عندما تغيرت حياتي وآمنت بالرب يسوع المسيح مش يعني إيمان سطحي ولا تاريخي ولا عقلي لا لا إيمان حقيقي بالرب يسوع المسيح صار فيه تغيير في حياتي والتغيير كان ملحوظ من كل الناس اللي حوالي فالرب يعني فعلا في عدة علامات العلامة الأولى أنه بحال إيماني ابتديت أشهد عن الرب يسوع المسيح ابتديت أشهد اتكلم عن يسوع المسيح العلامة التانية أحبائي قراءة الكلمة قراءة الكتاب المقدس يعني إذا بقولك كل شهر كنت أقرأ الكتاب من الجلد للجلد ساعات عشر خمسة عشر ساعة يوميا بس عاوز أقرأ الكتاب مش قادر أتركه جوع روحي شديد أما العلامة التالكة هي المحبة تقول لي فسر ليها صعب تتفسر من شخص كان عنده كرهية كرهية لليهود طبعا بسبب الأوضاع السياسية أنا لا بعرف جدتي ولا بعرف خوالي ولا بعرف كله راح في الحرب ولكن لما آمنت بيسوع المسيح الروح القدس ملأني كما يقول كتاب سكبت محبة الله في قلوبنا بالروح القدس المعتلنة هاي المحبة صعب توصفها صعب تتكلم عنها شلال محبة نبع فيضان بفيد في داخلك حتى العدو عاوز طعبته عاوز تقبله عاوز تهتم بإحتياجاته نعم تعليم المسيح صعب ولكن عندما تتغير بالروح القدس تستطيع أن تقوم بأعمال يسوع المسيح